السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسطين في عنا مجموعة من التحديثات وصلت لها وتفنى الجديدة والتحديثات هي عبارة عن تحديثات مهمة منها إصلاحات ومنها التحديثات للهايبر او اس الواحد والواحد ونص وأيضا كمان هذه التحديثات هي عبارة عن تحديثات انتقالية للمرحلة اللي جاي التحديثات هذه خلينا نيجي نشوفها أولا بأول ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب عشان يصلك كل جديد وخلينا نيجي نشوف التفاصيل أول تحديث في عنا جهاز الريد منوت 13 برو 5G اللي هو بأخذ نفس تحديث البوكو X6 5G أخذ تحديث 1.016 على الأندرويد 14 للإصدار الأوروبي بعدك في عنا تحديث البوكو F5 5G الأوروبي أجاله تحديث 1.09 على الأندرويد 14 بالمناسبة هنا في عنا تحديثات النسخ الأوروبية تأتي بعد النسخ الصينية في التحديثات كيف يعني؟ يعني الأجهزة الأوروبية تطلقها تحديثات كثيرة أكثر من أي نسخ في النسخ العالمية بعد النسخ الصينية بعدك في عنا بوكو F4 GT العالمي أخذ تحديث جديد 1.04 على الأندرويد وهو أندرويد 14 بوكو F4 GT الأندونيسي أجاله تحديث 1.05 على الأندرويد 14 طبعا هذه التحديثات كلها تحديثات مستقرة وليست تجريبية ريدمي نوت 12S العالمي هاته جهازها كويس يعني أنا جهاز هذا كنت أول من نزل بقول لكم كويس وانصحكم فيه الآن الجهاز هذا على أندرويد 14 وأخذ 1.08 الإصدار العالمي بوكو X5 5G العالمي أخذ تحديث 1.07 على أندرويد 14 بوكو X5 5G الهندي ملاحظين الـ X5 هاي العالمي هاي الـ X5 الهندي 1.05 الـ X5 الروسي 1.04 كلهم طبعا أندرويد 14 وعندنا هاي الـ X5 التركي 1.04 وعندنا أيضا الشاومي 12 الأجهزة هذا الجهاز طبعا جهاز فلاكشوب وهذا الجهاز أنا استخدمته جهاز كويس ومعالجه قوي وجهاز يعني شكله حلو وغير هيك كبان حجمه 6.36 شاوم 12 العالمي 1.04 على أندرويد 14 ريد منوت 13 برو بلس 5G الأوروبي 1.07 على أندرويد 14 طبعا هاي كلها القناة موجودة على التليجرام الرابط طبعا حاب ينقلك إلى التحديثات كلها هذه البوكو X6 برو 5G أجلوا تحديث 1.09 على أندرويد 14 وهذه التحديثات لازم تكون وصلت للكل بوكو X6 برو 5G الهندي 1.09 على أندرويد 14 بوكو X6 برو 5G الأندونيسي 1.05 على أندرويد 14 بوكو X6 برو 5G الروسي 1.05 على أندرويد 14 بوكو X4 العالمي 1.03 على أندرويد 14 شاومي 13 تي الأوروبي 1.11 على أندرويد 14 هذا جهاز طبعا يعتبره أيضا من الأجهزة الممتازة شاومي 13 تي العالمي 1.06 على أندرويد 14 ملاحظين يعني أكثر من النسخة صدر لها التحديثات زي مثلا اللي قبل شوية قلناها اللي هو يعني النسخ العالمي الأوروبية بوكو X6 برو 5G الروسي 1.04 على أندرويد 14 12S العالمي 1.08 على أندرويد 14 ريدمي نوت 12 برو 4G لاحظ هنا ريدمي نوت 12 برو 4G هذا من الأجهزة اللي مش هيتلقى الهايبرو اس 2 مش هياخده ها هذا الآن على تحديث 1.04 على أندرويد 13 ملاحظين تي أول حرف تي يعني أندرويد 13 ريدمي نوت 12 برو 4G الأندونيسي 1.03 على أندرويد 13 أيضا هي الأوروبي وهي كمان الأندونيسي وبوكو F5 برو هذا الجهاز يعتبر من أجهزة البوكو اللي بيشحن لاسلكي هذا الجهاز عمله بيشحن لاسلكي البوكو F5 برو وكان عنده هذا الجهاز وانفجد في الحرب ولحتى الآن مش لقيه أجنس بكارتون تراح بوكو F5 برو العالمي 1.07 على أندرويد 14 بوكو F5 برو التايواني 1.06 على أندرويد 14 بوكو F5 برو الروسي 1.05 على أندرويد 14 الآن ننتقل للمي بايلوت المي بايلوت هدول مين؟ هدول الناس اللي حصلوا على التحديثات مبكرا كيف حصلوا على التحديثات مبكرا؟ قلنا دخلنا مع بعض في فيديو على شاومي كوميونيتي وعملنا عملية تسجيل للي بده يحصل على التحديث مبكرا لاحظ مثلا هذا الجهاز الموجود معي هيا أنا فيه كلمة اختبار بيتا أدخل عليها هتلاحظ أنه أنا سجلت قبل هيك وتمت الموافقة هاي شايف اللون هذا اللي شايفه أمامك هاي مكتوبها تمت الموافقة طلع معي تمت الموافقة هاي بيقول لك أنا بوكو F6 هذا الجهاز ستيبل تيسترز فيه عندنا 3000 بدهم يجند وهم اتجندوا منهم 116 أنا من 116 اللي اتجندوا لطلق التحديث مبكرا إذا عندك أنت وحابب حط لك صورة الفيديو كمان عشان تحصل على التحديث مبكرا للمي بايلوت البوكو F4 الهندي 103 على اندرويد 14 هذا مي بايلوت وعده يعني خلال فترة بسيطة بيكون للكل وبوكو F5 5G الهندي 1012 على اندرويد 14 وريد مي نوت 11S اللي هو نفسها هذه البوكو F4 الهندي هذا على اندرويد 13 واحد سفر أربعة بعدك فيه عندنا الريد مي نوت 11 العالمي واحد سفر سبعة على اندرويد أيضا 13 وإحنا قلنا الـ 11 الريد مي نوت 11 والـ 11 برو والـ 11S هذول مش هيتطلقوا الهايبر واس 2 هيتطلقوا مع اندرويد 13 وبأخذوا الهايبر هذي كل هالتحديثات الآن 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 نزلت واللي منها مي بالوت ومنها طبعا مستقر لجميع قناة التحديثات هادهي والرابط تبحة موجود في صندوق الوصف والمشتركين فيها موجودين حوالي 6 واربعين وستمائة وخمسة وسبعين مشترك والمشرفين أربعة وشرفين على القناة وفي انه كمان قناة تانية اسمها إيهاب تيفي رئيسي فيها مية وطمانة عشر الف ومتين وثلاثة 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 وحد هذه القناة ننزل فيها كل ما يخص شاومي والتحديثات وكمان تكنولوجيا وفيه كمان قناة تالتة للخلفيات بدقة عالية خلفيات بدقة عالية طبعا هذا الفيديو البابجي المية وعشرين إذا ما شفتوش تقدر تخلي جهازة كده عمية وعشرين الخلفيات هذه تابعة للخلفيات فيها عشرين الف وسبعمية هذه فقط تاخد منها خلفيات ممتازة وعنده أيضا مجموعة المجموعة هذه فيها ستة وعشرين الف فيها ستة وعشرين الف وكسور هاي ستة وعشرين الف وستة وعشرين فيها بتقدر تتكلم مع كل زمائلك الموجودين تتناقش معهم في التحديثات تتناقش معهم إذا في عندك مشكلة بيجاوبوك وبيساعدوك هذا الجروب هو عبارة عن أكبر جروب موجود في الشرق الأوسط لمين لتحديثات شاومي ومشاكل الهواتف بحب أقول لك انضم إلو لأنه مهم جدا وهتستفيد هتستفيد هتستفيد الروابط كلها تكون في صندوق الوصف وهذا ما كان لدينا نلتقي في فيديو جديد يا غوالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعواتكم سلام